اشتركوا في القناة احياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية نحن اليوم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك شهر الخير والطاعة والمغفرة سيكون موضوع حلقتنا هذا اليوم هو عن طاعة الوالدين في شهر رمضان مشاهدين الكرام فاصل ونعود اليكم عدنا وايكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام اشلالك هلين زين مشاهدين الكرام طبعا برنامجنا فيه ثمان مكعبات وفي كل مكعب هناك سؤال يوجه يوجه لضيف الحلقة حبيبي سيد المكعب الاول سؤاله اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي سيد حسن شلازي وعمر ثمانية وفي كربلان مقدسة المكعب الثاني سؤاله في اي مرحلة دراسية ثاني ثاني شنو ابتداي المكعب الثالث يوجه لك سؤاله شنو طموحك علمي شنو تحبي الصير من تكبر ام معمم ليش اختارت ان اصير معمم ام انو ام معمم هو يدرسه ذاني معمم اي مثلا تحبي الصير مثل منو ابويا المكعب الرابع سؤاله شنو يعني لك شهر رمضان المبارك يوم الزيارة يوم الصون يوم الصلاة يوم العبادة خليكوا انا حبيبي سيد مشاهدين الكرام فاصل ونعود اليكم عدنا واياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس يوجه لك سؤاله اش لونك هو الصوم والعبادات الصوم مو لنا واجب بس صوم العصافير نمن مثلا قاعد نصوم وجعنا 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 جعنا شوية ناكل اكل ومارثة نصوم بعدين افطار ويقومنا وابونا ناكل هذا تدريب وانا نم نكبر وانا نكبر الصوم ويصير الينا سهل المكعب السادس يسيلك اش لون نطيع امنا وابونا في شهر رمضان وانا نصاعتهم رتبات وانا نفرش الصفرة وانا نحط الاكل وانا نفطرون المكعب السابع يحتوي على سؤال الي هو اذا فد يوم قبل الافطار امك وابوك اضطوك اكل حتى تودي الجران كم اللي محتاج وانت مثلا اعسان او تريد تدرس قبل الافطار بعد اش راح تسوي او اش راح تقول لهم قبل الافطار اكل ماء خالف وسريع اركض واروح اطيل الاكل لجران وارجع واكل الافطار المكعب الثامن هيسيلك اذا فد يوم تريد تتسحر او تتفطر ويفد امام ويمين تحب ان تتسحر هذاك السعوب امام مهدي عجل الله تعالى فرج الشريف اخوة شي تحب تقول لصاحب الزمان ام يقضي حاجاتي ساعدني انا مش تاقلك مش وكي تظهر شكرا جزيلا لك حبيبة سيدنا شكرا لكم ومشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود الى مسك ختام هذه الحلقة عدنا واياكم مشاهدين الكرام الى مسك ختام هذه الحلقة وحبينا نهديكم هدية الا وهو حديث من حديث امير المؤمنين عليه السلام لكل شيء زكاة وزكاة البدني الصيام مشاهدين الكرام الى هنا انت تحلق من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في امان الله موسيقى 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 موسيقى